مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت في صدر صفحتها زمن الصهاينة مع اللاعقاب ولا حساب ولا دعا إلى إحياء عدم الانحياز لبناء منظومة دولية عادلة الرئيس تبون وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون وإرساء مبدأ المساواة تكريسة ولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول الكاتب دعا رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس حركة عدم الانحياز لتكتيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون وإرساء مبدأ المساواة وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار طبقا للشرعية الدولية والقرارات الأممية مشددا على أن هذه الأخيرة يفترض أن تكون ملزمة للجميع بما في ذلك تجاه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة واعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة نلقاها باسمه الوزير الأول نذير العرباوي أمام القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز الجارية بكومبالا الأغندية حرب الإبادة الجماعية والممارسات الإنسانية للاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل على مرأة ومسمع من العالم أجمع مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية وزير الداخلية هدم البنايات لا يتم إلا بعد دراسة الملفات حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهي العمرانية إبراهيم مراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع أو يرفع للوزارة من أجل البث فيه نهائيا بعد استفادة كل استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية وخلال جلسة علانية بمجلس الأمة خصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السيد صالح جوجير رئيس المجلس أوضح وزير الداخلية في رده على سؤال يخص هدم بنايات بأتنس بولاية أشلف أن اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول به إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر يتعلق بالرياضة لا بديل عن الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الرابعة الخضر يتحدون الخيول في أقصى الظروف حيث يقول هذا المقال سيتقابل المنتخبان الجزائري والبركينابي لكرة القدم اليوم السبت على الساعة الثالثة مساء بملعب السلام ببواكي للمرة الثالثة والعشرين في تاريخهما في كل المنافسات بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم الفين وثلاث وعشرين المؤجلة إلى الفين واربعين وعشرين في كودفوار وتاريخيا يقول المقال في مجموع المباريات يتقدم الخضر بعشر انتصارات مقابل خمسة لبركينافاسو بينما انتهت سبع مباريات بالتعادل وقد تقابل المنتخبان اثنى عشر مرة في المباريات الرسمية بينما جرت العشر الأخرى في إطار ودي وسجل الهجوم الجزائري ستة وثلاثون هدفا مقابل تسعة عشر للبركينابيين يقول المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهر أونلاين الذي عنونا عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من تونس واليمن وأذربيجان والشاد حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من تونس اليمن أذربيجان والشاد ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياس في إطار الوفد الذي يقوده الوزير الأول نذير العربوي وفي هذا الإطار شكل اللقاء الذي جمع عطاف بنظيره التونسي نبي العمار فرصة متجددة لاستعراض عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا بالتطورات في منطقة المغرب العربي ومن جانب آخر خصصت المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره اليمني اليمني أحمد عوض بن مبارك لمناقشة تطورات الأزمة في هذا البلد الشقيق وسبول قيام الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بالمساهمة في دعم المصاري السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة عنوان آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه يتعلق بالسكن الريفي بلاغ هام من صندوق الأنفانبوس حيث أصدر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس بيانا هاما لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي وحسب بيان الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك يقول المقال يعلن كافة المسجلين في المنصة الرقمية أنه تم إضافة خاصية أو خاصية تصحيح المعلومات إلى غاية نهاية فترة التسجيل المحددة بـ 31 جنوبيعي 2024 وأضاف البيان تنبيها في حال تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصريح كاذب من طرف طالب الإعانة يعرض طلبه للرفض وكذل للعقوبات الواردة في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات يقول المقال موقع لفتري نيوز عنونا في مقال آخر التوقيع على اتفاقية إطار التعاون بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري حيث وقعت وزارة الفلاحة والتلمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اتفاقية إطار للتعاون بينهما لسيما في مجال تشجيع تربية المائية المدمجة في الإنتاج الفلاحي حسب ما أفد به يوم الخميس بيان لوزارة الفلاحة وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بيداني تجسيدا لأهداف مخطط عمل الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وفق ذات المصدر إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنوان جائزة الجزائر لحفظ القرآن ضبط الترتبات الأخيرة للمسابقة حيث أشرف وزير الشؤون الدنيا والأوقاف يوسف بالمهدي على اجتماع تنسيقي حضره إطارات من الإدارة المركزية مساء الخميس بمقر الوزارة تم حور الاجتماع حول ضبط الترتبات الأخيرة المتعلقة بتنظيم المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي ستنظم بمناسبة ذكرى الإصراء والمعراج والندوى الوطنية لمؤسسات تكوين إطارات قطاع الشؤون الدنيا والأوقاف والملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي سيتم تنظيمه في طبعته السادس عشر بولاية عين الدفلة في الأيام المقبلة وتطرق الاجتماع بحسب بيان وزارة الشؤون الدنيا إلى ضبط برنامج شهر رمضان المبارك وتحضير الندوى الوطنية لإطارات القطاع يقول المقال موقع الخبر أونلاين وفي الرياضة أيضا عنوان بطولة إفريقيا لكرة اليد ثاني فوز لزملاء بركوس حيث حقق المنتخب الوطني لكرة اليد أمس الجمعة فوزه الثاني في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقام حاليا في مصر ولم يجد زملاء بركوس أي عناء في تجاوز المنتخب الليبي بنتيجة استقرت عند 34 هدفا مقابل 19 وكان الخضر قد افتتحوا مشاركتهم في الحدث القري بفوز أول أمس على نظيرهم القابوني بنتيجة 31 مقابل 27 دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقعها الجزيرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة عنوان الموقع قصف ومعارك بخان يونس والقسام توجه ضربات للاحتلال في اليوم السادس بعد المئة من الحرب على غزة يقول المقال وصلت قوات الاحتلال لارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة والتسعيد في الضفة الغربية عبر الاقتحامات بدورها أكدت كتائب القسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قتل جنود صهاينة في عمليات جديدة في وقت تحتدم فيه المعارك بمحاور عدة مع جنوب القطاع إلى شماله موقع روسيا اليوم عنوان في مقال آخر مسؤول أمريكي كبير مقترحات جديدة في محادثات الأسرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس ولكن لا يوجد اتفاق وشيك حيث أفد المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية لشبكة الانبيسي نيوز أن هناك مقترحات جديدة مطروحة على الطاولة لصفقة أخرى لتأمين إطلاق صراحي الرهائن المحتجزين في غزة يقول المقال لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا بعض الشيء وأضاف المسؤول أن الأمر سيستغرق بضعة سابع أخرى على الأقل للتوصل إلى أي اتفاق لأن الجانبين يوضح ما زال متباعدين تماما ويعتقد أن أكثر من 130 أسيرا بينهم أمريكيون ما زالوا محتجزين في غزة في حين تم إطلاق صراح أكثر من 100 أسير لدى حماس مقابل إطلاق صراح أسرى فلسطينيين في اتفاق هدنة العام الماضي موقع العربي عنونا في مقال آخر حزب الله سنرد على الاحتلال الإسرائيلي بنفس وتيرة ضرباتها تماما حيث منذ السابع من أكتوبر الماضي فرضت التطورات على الجبهة الشمانية للإحتلال الإسرائيلي نفسها على الملف يقول المقال حيث أدت المواجهات شبه اليومية على الحدود بين حزب الله والقوات الصهريونية يقول المقال إلى تأزيم الوضع وتدهور الوضع الأمني على حدود لبنان ويضيف هذا المقال جهز حزب الله للأمر نفسه على ما يبدو فقد أعلن نائب الأمين العام لحزبي الله نعيم القاسم أن التهديدات الصهيونية وصلت وأن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد وفق قوله كما أضاف مساء الجمعة أنه في حال قرر الاحتلال الإسرائيلي توسيع ضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تماما إلى موقع الأندبندنت العربية الذي عنونا اليونيسكو تدعو طرفي الصراع السوداني إلى الابتعاد عن مواقع التراث حيث أعلنت الأعربة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو أمس الجمعة عن قلقها البالغ الزاء النشاط العسكري في جزيرة مروي السودانية حيث توجد ثلاث مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي داعيتنا المتحاربين إلى عدم استهدافها أو استخدامها عسكريا ودعت المنظمة في بيان نشر نسخة منه بالعربية جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الذي ينص على وجوب عدم استهداف الممتلكات الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية ونظرا إلى وجود مخاطر عالية بتعرض الممتلكات الثقافية للنهب دعت اليونيسكو وكلات إنفاذ القانون والأطراف الفاعلة في سوق الفن وجميع المهنيين العاملين في القطاع الثقافي دوليا للامتناع عن المشاركة في تهريب قطاع مسروقة من مروي يقول هذا المقال وختاما من موقع القدس العربي الذي عنونا باكستان وإيران تتفقان على تهدئة التوتر بعد الضربات الجوية حيث أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على خفض التوتر بينهما الجمع إثر تبادل البلدين شنغرات دمية قاتت أنها استهدفت مناولين لهما في أراضي البلدين هذا الأسبوع يضيف هذا المقال وأدت العمليات العسكرية التي قل ما تحدث في المنطقة منطقة بلوشستان الحدودية السهلة الاختراق والمشتركة بين البلدين إلى زيادة التوترات الإقليمية المتصاعدة أساسا بسبب الحرب الصهيونية على غزة وشنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على أهداف وصفتها بأنها إرهابية في باكستان ليلة الثلاثاء وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية يوم الخميس وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم